وفي فقرة لكتو في أسبوع لكتو في أسبوع نبدأ بالعنوان اللوليني ننقرأها على موقع رئيسة الجمهورية رئيس الجمهورية يتواجه إلى مقر وزارة الداخلية دونك البيرح في الييل تواجه رئيس الجمهورية قيس السعيد إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بسيدين خالد النوري وزير الداخلية وسوفيان بالصدق كاتب الدولة لدي وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وبعدد من القيادة الأمنية وشدد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات وضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع وهي جهة معلومة مرتبطة باللوبيات وبشبكات الفساد التي لا غاية لها سوى التنكيل بالتنسيين في حياتهم بكل الوسائل وترق كما التقى رئيس الجمهورية إثر ذلك بعدد من المواطنين والمواطنات للاستماع إلى ما شغلهم وتطلعاتهم محمود والله عفاف بالحقيقة سعاد فما دي سجيل واحد كيجيب شيحكي عليهم يبدأ فاها وفاها بصراحة بكل صراحة ولو أنا كنت نشوف في مشكلة القمح ما شيرها أخرى معناها ما والله ما نعلمش بش نقول ما هنما نقول وانتوك بصراحة فيزيت تعودنا وأنا ورئيس الجمهورية يمشي آآ يزور على مستوى أما ما نعرفه ما فهماش معلومات في الأخر آي في الأخر ما فهماش ديزنفورماسيون تأكيد تأكيد كما آآ فكر على الصفحة الرسمية آآ على أنه مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحوريات ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ربما هذا في علاقة بالحوادث اللي سايرة طوى آآ مع أفريقة جنوب السحراء زاد فيما بينهم برشراه وعنف ساير وباعد بش نعطيه التفاصيل أفريقة جنوب السحراء يجب أن نقولهم الآخر راهم يتعاركوا على البابر الحديد ما طوى بش نبدأ واضحين وفما توانسة يخدموا في البابر الحديد ويبيعوا فاهم الأفريقة جنوب السحراء مش رأة أخرى فما سامسة را قاعدين يبيعو لهم في الماكلة بطريقة غير إنسانية راهم متفاهمين طوى أنا الفيديو مريتاش ريت تصاور وجاء المخي تصاور الجرحة لما بيناتهم الحقيقة تقولش عليها حرب قبلية معناها دميات ومعناها دميات ومعناها دميات والله دميات وحاجات موجعة من عرش حتى في الفيسبوك كيفاش نجموا ياه بطمام منشرة أخر موسم سياحي معاملين عليه يلزم الأمن يخدم فما انتخابات قادمة في نفس الوقت موسم سياحي وتونس يخرجوا منها تصاور كما تصاور اللي نحكيوا عليهم الفيديوهات أنا مريتهم شريت تصاور كما تصاور اللي نحكيوا عليهم ومتاع الحرب حرب أهلية صغيرة صار تخوف وكهو نمشو للعنوين الموالي نقرأ